السلام عليكم هلا والله بالشباب حياكم والله مقطع جديد حلقة جديدة من تفتيح بكجات بيس 2021 مايكلاب يا عمري وستقسرتنا من الصفر ونشوف منه اللي راح ينظم للفريق اليوم قبل كل شي بغلت لايك وشترك بالقناة وفعل زر التنبيهات خلينا نروح مباشرة يا شباب مثل ما تشوفون هذه هي تشكيلتنا حاليا تشكيلة خرافية احنا تقريبا مو بحاجة لللاعبين بس اكيد نريد لاعبين وريد تكثر تشكيلتنا وكثر اللاعبين اللي عندنا خاصة الاظهرة محتاج الى ظاهير ي المين يا شباب خلنا نشيف البكجات الي عندنا اليوم طبعا عندنا بكج مجاني اسطورة من اساطير وهذا اهم بكجة طبعا اليوم يا شباب اسطورة من اساطير فلمينجو عدنا زيكو عدنا روماريو بيبتو وايضا ديليلسون سويت تفتيح بكجات الويس موبايل اللي ما شاف اختلي روح وشوفها يا شباب ان شاء الله زيكو اما زيكو او روماريو ثنواتهم انا راح فيهم بالفريق اكيد هذا الباكيج بمية كوينز أعتقد بيه أسطورتين بالفعل بيه دل بيرو وبيه أيضا ندفد باكيج خرافي إن شاء الله نفتح من عنده يا شباب ثلاثة أعتقد من هذا الباكيج عندنا ثلاث باكيجات من نفس الباكيج هذا يا شباب بس هذول مجانيين من نفس الباكيج بالضبط وممكن يطلع عنا الايكون دل بيرو أو ندفد إن شاء الله الأول آن يكون ندفد يا رب يطلع لندفد خلاص يا شباب والله فتحت كثير أريد ندفد أنا ما أفتح زيادة عن اللزوم لآن ما أريد أريع كوينز بلا فائدة يا شباب طبعا باكيجات فلامينجو ما أفتح ولا واحد من عندهم عندنا هذه كرة السوداء كرة ذهبية وكرة فضية خمس كرات فضية أيضا عندنا راعبين الأسبوع أعتقد نفسهم اللي موجودين ببيس موبايل بالفعل نفسهم والله دولي الثلاثة قوياء يا شباب بزياش عندي ماندون دا ما أريده يعني إذا أفتح فتح علم ودول ما أدري هل أفتح لولا مجريات المقطع راح نشوف هل نفتح من دول لولا على الأغلب ما أفتح أوكي أول ما نبدن يوم يا شباب بالكرة الفضية مباشرة نفتح كرة فضية كن بديل عن اللاعب الأساسي اللي عندي بإنجلترا يا رب كرة السوداء ما أكو سوداء ما أعتقد سيلفر أوكي شوفوا هنا نأس هذه سيلفر كرة سيلفر صح بس من تدخل عليها أكو 3% أو 2.9 كرة سوداء احتمال يطلع لك شوفوا الباكيج يعني احتمال يطلع لك كرة سوداء عكس بيس موبايل من يقول لك سيلفر سيلفر بس هنا لا احتمال يطلع لك أسود احتمال ذهبي فعادي جدا بقينا أربعة سيلفر يلا وين وين راح تنزل إيطاليا سيلفر كلها سيلفر لحد الآن ما كو أي كرة حتى ذهبية ما وقتلنا بس واحدة سيلفر توقعون يجيلي لاعب اليوم قوي أنا أنا يا شباب بداع جادي بس نزل اليوم فخلاص هذا التفتيح ناجح أعتقد سيلفر خلاص خلاص أوب شوفوا ذهبي يا شباب بالفعل مثل ما قلت لكم احتمال يطلع لك ذهبي من كرة سيلفر تياغو مينتس هذا لا حلو 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 لاعب يلعب ارتكاز ممكن يفيدني يا شباب بس حمرة 28 سنة ما اعتقد يتطور بشكل رهيب يعني طبعا بكيج زيكو أكيد آخر بكيج انفتحة اليوم أوكي هنا عدنا كرة ذهبية وحدة بس طبعا من تحديات يا شباب اللي سويها بس أنا الصراحة ما جاي يسوي تحديات لو أسوي تحديات شباب ممكن أطلع ثلاث أو أربع كرات باليوم أوكي يلا أوه لاعب ايكس امستردام منه بس بلينت هذا اللاعب نفسه طلع لي بيس موبايل يا حبيبي اعتقد نفتح ذول المجانيين اللي ممكن يجينا من عندهم الايكون دل بيرو أو ندفد أوه منه منه اللي اريد اكثر اللي اريد اكثر يا شباب أكيد ندفد بسم الله وردي بس يتشوف مرة الوردي مرة يتشوف الكرة وردي يا شباب مرة لا لا ما اجنات فيديو يا شباب إن شاء اللي كورة سوداء على الأقل انجلترا إن شاء الله فاندايك مثلا سيلبر لا لا شباب ما اكادر ليش حظي هكش ما اعرف أوكي إيطاليا أسود دود رونالد رونالد مدافع من هو؟ دلخت طلع لي ببيس موبايل ويطلع لي هنا يا حبيبي يا سلام اي يا عمري اي يا عمري قلب دفاع أسطوري بعمر 21 سنة بس اتوقع دلخت يوصل ل93 ما دي جد يوصل يا شباب كتبني بتعليقات جد يوصل دلخت شباب هذا اول بكج رهيب اليوم مجاني يلا بسم الله باع واحد والبكج الاخير من هذا يلا يا ندفد ارجوك يا ندفد ما معقوله ما استحيل لا 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 اوكي انجلت يا راه تخيلوا اسود مرة ثانية لا سيلفر هل نفتح الكرة السوداء او لاعبين الاسبوع او نفتحنا ثلاثة من هذا مثل ما اتفقنا والله على الاغلب يا شباب راح افتح ثلاثة من هذا لاعبين الاسبوع الصراحة يعني صح برونو فرناندز موجود ديماريا سانئ بس سانئ وديماريا الصراحة ما استفاد من عندهم كثير برونو فرناندز استفاد مننا بس هو اللاعب الوحيد لانا اريده من هذول يكلهم فما اريد افتح بكيج على مدلاعب واحد انا اشوف انه اروح مع ثلاثة بيجات من هذة افضل لي يا رب حساظة مو مجاني هاي دفعنا مية كوينز يلا ماكو ورزي يا الله يا رب اسود علق الكرة السوداء كم قيل ترا يلا اسود 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 اوكي يا شباب باع واحد يلا يلا ندفد ندفد رجان والله اللاعب الصراحة كنت احبه بايامي وفانتز صراحة لا 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 يا ندفد اوه ان شاء الله كرة سوداء يا رب كرة سوداء كرة سوداء كرة سوداء كرة سوداء اخر بكيج انفتحة اليوم من هذة يلا خلاص كرة سوداء يلا يلا مو سوداء اريد الندفد يا الله اوكي اوكي يقلت ترا اسود يا رب اسود دي هاذة يا شباب ما اريد اخلص فلوسي دي هاذة ما اريد اخلص فلوسي بكيج هذا نصب بكيجات الووك اوت كلها نصب يا شباب تحت كثير من عدها يعني ما جايجيني من عدهم اساطير برشلونة اساطير ارسنال اعتقد في تحت وهذه اساطير اليوفي ما جايجي انا ما افتح الا ثلاثة غير الثلاثة ما افتح خلاص واصلا فتحنا ستة من هذا ثلاثة مجانة وثلاثة بفلوس وما اجانة فصعب يجي انا اعرف انه صعب يجي عندنا بكيج كرة السوداء خلني شوف من اللاعبين اللي موجودين بهذا البكيج اللي مية بالمية كرة السوداء ميسي رونالدو ليفاندوسكي نايمار عندي ديفروين اوبلاك فاندايك اريدهم بابي عندي سيرجوراموس هذول الثنين اذا جور يا شباب واحد منهم اسطوري اوكي اليسون عندي ماني ايضا حلو أوباميانج حلو كازيميرو رهيب خرافي راح يكون شيء اسطوري بالفريق اعتقد كانتي موجود ايضا فاران عدنا ديبالا لكانتي اي اكيد كميش اكيد اريده اوه الابا سون حلو خلينا نفتح يا شباب كرة وحدة بس من هذا البكيج كرة سوداء وحدة اتمنى اسم كبير ينضاف للفريق فاندايك او سيرجوراموس ان شاء الله واحد منه يا رب رموس خيديو يا شباب ويجينا اه من هذا هذا منه يا الله شينو هذا ليش ليش اوكي بس اشتلعب انت واحد وعشرين دافيد سيلفا والله كبير بالعمر يا دافيد سيلفا حلو يعني هو لاعب لاعب حلو و جيد يطور للتسئين اعتقد والله السطوري يا شباب 85 رهيب حلو 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 الناعب لاعب خطوسط والله رهيب رهيب يفيدني يا شباب يفيد بالفريق ورغم انه اللاعب كبير بالعمر بس يفيد حتى عنده تصويب الضربات الحرة المباشرة من مسافات قريبة تقريباً جول فاللاعب اريده بالفريق حلو البكيج المنتظر البكيج الاسطوري بكيج احد الاساطير هذا البكيج الاخير اليوم يا عمري انت من تريد يا صديقي لو كنت ببذالي من اللي تريد من دولي الاربعة انا بالنسبة الي اكيز زيكو من ثم رو ماريو اذا اجالي زيكو يحلي مشكلة الوسط شي ما تتخيلو يا شباب لحظة المنتظرة بسم الله جيكو بس لا يجي لي دينيرسون رو ماريو رو ماريو رو ماريو نفس الاجالي حلو حلو يا شباب هو رو ماريو اعتقد لا دينيرسون و الله انا حظي بيض يا شباب الصراحة حظي بيض بالاساطير شنون ما اعرف ليش حظي في هذا الشكل بالاساطير يا شباب بس فرناندو توريس الحد الان اللي ايجاني ممكن نقول عليه مقبول لا لا يا بيس لا يا بيس نطيلنا اساطير بعد اريد اساطير يا بيس اوكي يا شباب عندي لكم مفاجئة قوية خلي نروح للمدربين بس شوف المدربين اللي عدنا رسميا ينظام غوارديولا ويورقوني كلوب للفريق يا حبيبي شباب اي مدرب اي تشكيلة اي خطة تريد موجودة عدنا متوفرة يا عمري خطتة رهيبة اريد اعب بها كم مباراة بيورقوني كلوب بالصراحة انا انريكيا عندي الحد الان هو التوب بالمدربين اللي عندي اللي على طريقة لعبي انريكيا ايضا سيميوني جاب لي شغل رهيب زيزو ايضا شغل رهيب غوارديولا بعد ما جربته وكلوب بعد ما جربته ورح اسوي مقاطع تجربة للمدربين ما رح لعب بيهم نهائيا حتى لو لعب خلف الكاميرا لعب انريكيا مثل ما شوفو ما لعب بذولي الثنية الحد الان ولا مباراة لعبت لا بيورق كلوب ولا بغوارديولا اللاعب اللي لازم يجي هنانا اطلع ديفيد لويس اطلع يا ديفيد لويس تعال وين تعال يا حبيبي تعال تعال يا ديليخت اوووو With 440 ويوصل إلى 93 أتوقع استورية دي لاخت إن شاء الله طورت متأمن تم قب بقى إخوة اليوم ولكن لم يكن لعبهم الصراحة اللاعبين يجب قيد معنا لم تمام بالمستوى مع القب تيجب عن نع goodies جيد الجيد حلو سيفول متعلوب ،охذو لاسهجنا الصراحة اليوم لا يظهر لعب نساطير إلا قابل دينيلسون مهلك ي système 41 التوقع related to 94 اتوقع الى 4.93 يوصل ايضا دينيلسون خلاص نشوف المدربين اللي عدنا عدنا لوف اوكي ما عدنا احد ممكن نشتري الصراحة انا ردنا بس خطة زيدان بعد محتاجها بعد اي مدرب ما اكو بعد مدرب ممكن يعني اريده يا شباب خلاص خدنا كل المدربين الاساطير بس اعتقد خطة زيدان الثانية اذا اكو خطة ثانية لقواردولا لكلوب نجيبها نشوف شين اكو خطة نشتريها اذا اكو مدرب طلع زين ونسحوني اكو مدرب هنا زين حتى نشتري طعا كلها بالجي بي مفتحت عندي خلاص اي مدرب اشتري بالجي بي حتى قوارديولا ويورغري كلوب اشتريتهم بالجي بي بس اعتقد ان اصطيقكم لات المقطع يا شباب تفتيح بقجات ما كان الحظ قوي اللاعب الوحيد اللي اليوم جبناه الخرافي هو ديلخت اكيد ديلخت اسطوري شباب اذا تردوني يستمر بهذه يعني تفتيح بقجات لازم تدعموها الصراحة الدعم نازل جدا على لا تفتيح البرجات باليوتيوب يعني لايكاتكم بس لايكاتكم تعليقات حلوة وبس في امال الله